السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غمتقدم معكم واحد ضرطة غلاسي اللي كتجي رائع في شكل ديالها ولا في المطاق وبمكونات اللي هي بسيطة وقتصادية في نفس الوقت نتمنى ان شاء الله يعجبكم هالفيديو دياليوم وإلى عجبكم ما تنسوني شمالي اللايك ديالكم والتبارتاج والتعاليق اللي كتدي تشجعني وشكرا لكم هلايا غل نبدأ معكم بالمقادير عندي بيضة واحدة صاشية ديال فاني غل ندير تلسة المعارق قبار ديال السقر ساني دا وغل ننخلط بالخلط كيف كتشوفوا معايا الكهربائي اولايا داوين خلطوا دق السقر ساني دا مع البيض حتي يدوب لي السقر ساني دا مزيان وغل نزيد عليهم ثلاثة المعارقة ديال الزيز صافي من بعد ما غل نخلطوا الخالط ديالنا حتي نساجب لنا الزيز مع السقر والبيض وغل ناخد واحد المعارقة ديال القهوة ساري على الدوابان اللي غل ندوبها في واحد جوج معالق احتلت المعارقة ديال الحليب يكون شوية سخون الحليب باش دغي يدوب لي هاد دوب لي القهوة صافي نخلطها مزيان وغدا نخلطها على هاد الخالط ديالنا صافي من اللي غنشوف هاد القهوة ده متلية غدا نخلطها فوق الخالط ديال البيض والسقر والزيز وغدا نخلطهم واحد شوية وغدا نزيد هنا يا غامدن نزيد في الطحين بشوية بشوية وغدا ندير معالقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة موسيقى 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 كيف تشوفوا معايا هذا هو القوامة الكيك دينا خليت هنا اللاطة اللي درت لها الورقة الزبدة ودرت بسط منها الاطار اللي غضر نكب في الكيك دينا هنا بالنسبة اللي بغي ديرها لشكل دائري رغم ممكن انا هنا خصاريت نديرها ان شاء الله اليوم معكم هنا مربعة حيث فيت ديرها لشكل دائري معكم في القناة وكنقاد الكيك دينا هنا كنسرحها باش كتجيني مقادة بالنسبة للفران انا رغم في الوقت اللي بديت كننخلط في الكيك دينا راني شعلته باش كيكون سخون مزيان وكندخلها ومدة دي العشرة دقيق كتكون طيبة ما نخليواش بزاف باش متجيناش باش متكرمش لنا في الفران ستقوني هالكيك كتجي اكثر من رائعة كتجي خفيفة بحشكل دي الجينواز نتمنكم ان شاء الله تجربوه وكيف شفشوا معايا مقادرة هي اقسي صادية وبسيطة انا را اللون دي الها رمدت لها لشكلات كاكا ولوالو را على القهوة ليعطاها هاد اللون بالنسبة هنا انا غضا ندير طبقة المقارمشة اللي غضا ندير فيه هنا اخذت هد البيسكوي او الباستا كيف كنقولوليها اللي كان قطعها بحالها كطريفات اخذت لسات المعالقة قبار دي الشوكولات دي الدهن وزالتالي جوج معلقات دي اللوز اللي كيكون مهرمش انا الشوكولات قبل ما ندير عليه اللوز دوبتوا حت شوية درت كاسرونا فيها شوية دي الماو حتاته شوية حتدفى مع الحالدة باباردة اخذت لنا الشوكولات قبل ما نديره شوية جامد عدد زالتالي دا كل لوس وزالتالي هاد البيسكوي اللي قطعته او الباستا ونخلطها مزيان من بعد ما كنخلطها كنخلطها كنخلط الكيكا دينا انا غضا نخد الكيكا كيشو معيارا نقلبسها اه درت اه الوجه ديالها هو اللي تلتل تحت والجه اللي كانت على اللاطة هي اللي تلتلت فوق منها هاد اه الطبقة المقارمشة ودخلتها هنا هين المجمد باش كتا تماسك لي ديك طبقة مع الكيك ديالنا سافي وغدا ناخد كاس اللاروب ديال الكريمة السائلة انا اخد نصفها الكريمة وغدا نزيد عليهم معلقة ديال قهوة سريعة الدوابان ونحطها فوق البوطة تسخن وغدا ناخد هنا يجوج ورقات ديال الجيلاتين اللي درتهم في كاس ديال ما بارد من بعد غدا ناخد 100 جرام ديال شوكولات ابيض لقطعته الطريفات سافيو حطيته فوق من الكريمة مع القهوة ونخلطهم زيان حتى يدوب ليدك الشوكولات سوف نضيف شوكولات بدك يدوب ليا غدا نزيد لبرقات ديال الجيلاتين وغدا نزيدهم على هد الخالط ونخلطهم زيان حتى يدوب ليدك الجيلاتين وغدا ناخد واحد صفايا ونصفيه وغدا نخلي على جنبي باشي بردلية وغدا ندوزه باش نصوب ان شاء الله الكريمة اه صفايا غدا نطلع على واحد شوية نديرها نايا في المجموع ديال هالطلطر اخدت ليا 500 مليليتر نسيطره كيف تشوفه معايا صفايا هنا كنشوف الكريمة كنطلع على شوية بدك اصبت لطلع عليها واحد شوية منطربوهاش باش مجيناش عاقدة هاد الكريمة وكننزيد عليها هاد الخالط اللي درنا هنا ايا ديال الشوكولات وديال القهوة والكريمة السائلة وغدا نزيد مع القهوة ديال الحالي بمراكز اولا نسلي هدا كيبقى اختياري ولكن كيعطيه واحد البنة اللي هي زوينا وغدا نزيد نطربها على واحد شوية باش يتخلط لي الحالي بمراكز مع الكريمة صافي وغدا نخليه على هاد الشكل كيجيب حالها كخفي فالكريمة ديالنا باش كتجينا كريمية في الطوردة وهنايا انا را قبل من بدا نطرب في الكريمة رأاني اختيك المون اللي غدا ندير فيه طوردة ديالنا اللي درسوا بغلفتوا بالبلاستيك مزيان من الجناب باش مني نخوي الكريمة اا متسيحش ليه من الجناب ودرتها هنايا في وسط من هاد البلاتو وكننخوي هاد الكريمة ديالنا هنا يلاهج الشكل كيف كتشوفوا معايا صافي وغدا نقعدها مزيان حتى التقادلية وغدا ناخد طبقة ديال الكيك ديالنا وطبقة المقرمشة وغدا نديرها فوق من الكريمة على هاد الشكل كيف موضح في الفيديو صافيك نحاول نضغط شوية الكيكة من الجناب من الوسط من بعد ما غدا نقعدها مزيان قد ناخد بلاستيك اللي غدا نغطي به هاد طوردة ديالنا وغدا ندخلها لمجمدة هنايا غدا ندخليها أنا الليلة كاملة كيف شوفتوا معايا بالنهارة سهلة الوقت اللي كتبغي شوية تاخد عفشقة بلد صافيه هنايا الغد في الصباح خطيت هنايا كاس اللاروب ديال السقر ساندة لازتعليه كاس اللاروب ديال الماء وكننخلطك سكر ساندة مع الماء حتى كيدو بلي شوية وغدا نديره فوق البوطة حتى يدو بلي السقر هنايا صار حفش ديال سفوق البوطة كيغلا رانيك تكن نصور ولقيت الكاميرا بأنها طافية لياه المهم ما عليش خليتو حتى داب كيف شوفتوا معايا وزيتعلي هنا ميتين جرام ديال الشوكولات ديال الحليب سافيه نخلطه مزيان حتى يدو بلي السقر وغدا نزيد اليمدق جوج ورقات ديال الجيلاتي اللي رطبتم حتى هما في الماء كيف شوفتوا معايا وغا نزيد واحد جوج مع الاقبار عامرين ديال الحليب المراكز او لا نيسلي سافيه نخلطوه مزيان من بعد ما غدا نخلطوه مزيان غدا ناخد واحد الميكسور اللي غدا نطحن بيه ادخالي ديالنا باش كتنساج من المكونات كلها مع بعضياتها وغدا ناخد هنا صفايا اللي غدا نصفي فيه ضروري هاد المرحلة ما نصفي والقلاساج ديالنا باش مني نديرو فوق الطرطة كي يكون ناجح لينا سافيه نايم بعد ما وجدنا غدا نخليه برد باش مني نديرو فوق من الطرطة ما يدوب هاش ديالنا انا غدا ندوز ناخد واحدة سربيتة اللي غنديرها في شوية المسخون وكندوزها بحركة من الجناب على هاد الايطار باش كديمو النضغية شكرا نايا بحركة يلا بقاولية شي جناب ما فيهم مش بحركة ما وصلهم مش لقلاساج كننزز من هاداك اللي كي يكون طيح ليه في بلاطو بمعلقة وكندير في البلايس اللي كي يبانوا ليه باقي ما فيه مش لاتش شكل وهنايا من بعد ما غلاسينا الطرطة ديالنا كنحايدوك الزوائل اللي كيكونوا في الجنيبات اللي كيكونوا هابطين طافيو كننقدموها بحركة في الطبق اللي غدا نقدموها فيه هنا يا انا خطيت شوية ديال الشكلات لي كيكون هنا يا شكلاتك حل شوية شكلات بيض وكنزين بيه هنا يا من الجناب كيف كتشوفوا معي على هذا الشكل هنا يا جزين كيبقى كل واحد ولحسب الاختيار ديالو كنبقى مصمرة بنفس الطريقة حتى غدي نكمل وفي الوجه ديالا غنزين بشوية ديال الشكلات طالت شكل كيكون جاهز وكنزين بحت شوية ديالورقة ديالتاب هنا كيف قديكم كل واحد ويزين لحسب الرغبة ديالو لحسب المتوفر اللي عندو اشتركوا في القناة وهذا هو الشكل النهائي ديال طرطة ديالنا ديال اليومان إن شاء الله غضا نقسم لكم واحترف باش شوفوا كيف كتجي من الداخل صدقوني كتجي رائعا نتمنىكم إن شاء الله تجربوها نتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الفيديو ديال اليوم ويعجبكم ما تنسوني شمالي لايك ديالكم ومن بارتاج وتعليق ديالكم وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم اشتركوا في القناة